السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اعزائي طلاب وطالبات الصف السادس اهلا بكم شباب مع نموذج اختبار قصير على سؤال القطعة قطعة الفهم والاستيعاب والقطعة ديه الشباب او النموذج ده يعني ممكن تتدرب عليه او حتى طلاب الصف السادس والسابع والثامن والتاسع دربوا عليه خاصة الطلاب الضعاف اللي هم في الثامن والتاسع يقدروا يبدأوا بي حاجات زي كده مع الصف السادس تعالوا كده نشوف مع بعضها هنتعامل ازاي مع القطعة زي ما انت شايفين في القطعة بيجيك اربع اسئلة اتنين اختياري واثنين مقالي طبعا زي ما انتم شايفين كل نقطة عليها درجة يعني اجمال عدد درجات القطعة في الاقتبار القصير اربع درجات بالنسبة لقطعة الفهم والاستيعاب جميل تعالوا كده نشوف مع بعض نموات الاسئلة وكيفية الاجئة عنها يلا بينا يلا بينا لما نبدأ كده مع بعض يا شباب القطعة عاوزك تركز معايا إن أنا زي ما قلنا عندي أربع سئلة الأسئلة الاختيارية ديات اللي هي في البداية دي إزاي نحلها؟ لازم نقرأ رأس السؤال ونفهم هو عاوزه بيقولك choose the right answer from A, B or C اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C and D اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات اللي انت شايفها طيب بيقولك هنا number one The best title for this passage is أفضل عنوان ركز بقى على الحتة دي أفضل عنوان للقطع هو cars, bicycles, buses, pedals ركز مع بعض هنا الطريب السادس هنعرف نجاوب إزاي على هذه القطع هقولك أنا على كل شي دايما الbest title الbest title لشباب اللي هي أفضل عنوان دايما بيبقى في الأول في الintroduction في المقدمة فعاوزك تركز بقى علشان هنشوف إزاي نختار الأفضل بإذن الله تعالي طب هل هناك حاجة تانية هتلاقي فيه كيويرد كلمة مفتاحية دايما بتتكرر في الجمل من جملة لأخرى ودايما الكلمة المفتاحية بتتكرر كتير دي تبقى عارف إن هي كلمة مهمة وبالتالي ينفع منك نحطها في عينها مثلا خلينا كده نقرأ مع بعض ونشوف بعض الأشياء التي نستخدم في جميع المفتاحية لنذهب من جميع المفتاحية لنذهب من جميع المفتاحية for example باستقرر، بس موتور بايك، باستقرر، والم relatور هو uh هذا أول إشارة هنا عندي بدأت أفهم من هو البيسيكل فوق تمام هتجي تقول لي بس هو ما قال شي بايسيكل لأ ما هو الموتور بايك وده كار وبس يعني على أساس ان هو بيقول لك موفون ويلز بتمشي على العجلات فعني تعتبر الموتور كار قريبة من البيسيكل ورجع تان البيسيكل ورجع هنا بيقول لك بايسيكلز هم 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 ه هذا يعني أن البيسيكول يتحرك المطلوب. أيضا لا يحتاج لأطفال مكان كبير. هذا هو لذلك في بعض المدينة في العالم يمكنهم أن يذهب فقط على أطفال بيسيكول. طبعاً عندما ترى في أنحاء القطع كلها ستجد أكثر شيئا تم تكرارها كلمة يا شباب هي كلمة بيسيكول. هذا هو لذلك أننا سنختارها لأفضل عنوان. لأن أكثر حاجة ذكرت في القطع على مدار القطع كلها وفي الجمل معظمها كلمة بيسيكول اللي هي بمعنى يا شباب اللي هي بمعنى الدراجة ممتاز هو ده أفضل عنوان يا شباب يبقى إحنا إما نلاقيها في أول سطرة أو سطرين في الجملة إما نلاقيها منتشرة في أنحاء القطع كلها وده تعتبر كلمة مهمة ولذا بنعتمد عليها في يعني أننا نضعها كعنوان ممتاز السؤال number two The underline pronoun it in the second paragraph شايف كلمة it المكتوبة باللون الأحمر عندك refers to تشير إلى إيه لازم تبقى عارف الفعل refer to معناه يشير إلى طيب يعني هو عاوز يقول لك it ديت بتعود على كلمة قبلها صح؟ طيب هل الكلمات الأربعة دول ممكن تكون واحدة فيهم الإجابة؟ أكيد نقرأ كده مع بعض The bicycle The bicycle Petral With transport With a clean air من كلا في أنت هنا؟ إه شايف أنت كده؟ وهكذا حطت لك على دائرة هوت كمان نقرأ بقى الجملة اللي قبليها الجملة اللي قبليها خلينا كده نشوف الجملة اللي قبليها أدا السطر هوت وده كلمة إت هيا ممتاز أي من الإجابات الأربعة تم ذكرها قبل الضمير إت أكيد هنا بايسيكول which means الدراجة برضو طب اسمحل أنا عرفت إزاي أني إت بتعود على بايسيكول إت النفسك سؤال هي إت عقل ولا غير عاكل إت غير عاكل مفرد ولا جامع مفرد إذا أنت بتبحث في إسم غير عاكل مفرد في الجملة نفسها اللي قبل كلمة إت بص كده مش هتلاقي غير كلمة بايسيكول شايف أنت طبعا في الجملة هتجي تقول لي ما هو مكتوب كليم إير آه صح كليم إير بس يرجع كده بقى للمعنى المعنى السياقي معنى الإجمالي بتاع الجملة كلها هيساعدك في الحل مش محتاجة مساحة كبيرة علشان تصمت أو تحط السيارة في الدراجة فيها إذن هنا إت عايدة على البايسيكول جميل جدا طيب السئلة المقالية مهمة قوي ولازم تبقى أخذ بالك من حاجة اسمها الكيورز الكلمات المفتاحية الموجودة فيه كل سؤال مقالي أدوات وعندك بيبل وعندك بايسيكول وعندك الفعل يوس كمان يعني كل الكلمات دي قد تكون كلمات مفتاحية سابق الحل السؤال بيقول على سابق المفتاحية سابقية ده في اخر سطر في الفقرة الاولى. اه ايوة وصلت الجملة هيت. تمام? دي السؤال رقم تلاتة. انا بس كده هعمل لك كده اشارة هوت وحط لك على دايرة. ان دي يعني جزء من الاجابة. من اول كلمة تمام? لغاية نهاية الجملة. تكتبها بقى من اول لغاية نهاية الجملة. طب قد يكون هناك اجاباته الاخرى. تعال كده نشوف كده تاني. اه بيقول لك لقيتها برضو يوزها. ولقيت بايسيكول هيك تاني. اه بص كده في الجزء ده. قد تكون اجابة تانية لها علاقة بالاجابة رقم تلاتة برضو. دي رقم تلاتة شباب. تمام? تلاتة. تمام. علشان هي اسلوب او طريقة اه نضيفة مش بتضر البيئة مثلا. فعلشان كده ناس بتستخدمها. تمام? ممتاز ممتاز. رائع جدا. خلي معلك يعني تلاقي القطع كلها بتخدم على السؤال ده بصراحة. يعني انا ممكن اكتب الجزء الاول اللي هو في نهاية الفقرة الاولى. اللي هي وكتفي بهذه الايجاب. طب السؤال خاصة كلمة بيك سيديس قد تكون كلا مفتاحية مهمة. طيب نبحث بقى عن الكلمات دي موجودة في القطع. انا شفت كلمة بيك سيديس اها. وادا كمان. this is why in some big cities in the world people can use can can only ride bicycle. ادا كلمة بيك سيديس. طيب يبقى احنا كده نرجع بقى شوية لان انا مشايف اجابة هنا في الجملة. هو عوز السبب. بيقول لك لهذا السبب الناس بتستخدم الدرجات في المدن الكبيرة. شنو السبب? اكيد السبب موجود في الجملة اللي قبليها. تمام? ممتاز. فهنا ممكن it also doesn't need a big space to park. لا لسه. اه. this means that the bicycle keeps the air clean. it also doesn't need a big space to park. this is why in some big cities in the world people can ride bicycles. اه. ده انا ممكن ابدأ من بدات الفقرة. تخيل? انك ممكن تبدأ من بدات الفقرة. ماشي? اه بيقول لك اه. the bicycle does not use petrol. ده معناها ان هي بتنظف الهوى. وده اه كمان ان الدرجات لا تحتاج الى مساحات كبيرة علشان تحط السيارة فيها او اتعين السيارة فيها. اه يعني ممكن اكتب بالتلات سطور دول? لا انا عاوزك تكتب من اول هنا. من اول هنا. تمام? ايوة. من اول the bicycle does not use petrol? this means that the bicycle keeps the air clean. وهنكتب على الجزء ده? رقم اربعة. ده السؤال رقم اربعة الشباب زي ما انتم شايفين? طب استاذي وانا في الاختبار احط كده زي ما انت بتحط ارقام واعمل كده شد خط تحت الاجابات في القطع او عادي. مش مشاكل عشان تبقى محدد اماكن الاجابات. ولكن شيء اساسي جدا انك لازم تكتب الاجابة في مكانها في الفراغ اللي هو طلبه منك هنا يا غطل الابطال. مركوا طيبة كده ان شاء الله. ده نموزك تعريفي. يعني تدريبي. علشان تتدربوا وتعرفوا قلية التعمل مع سئلة القطعة. نعطيكو الف عافية. that's it. thanks for watching. bye for now.